الحمد لله العلي الأرفق وجمع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرا والحكم الباهرة الكثيرا ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختمي وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي قلوبي ويصيل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جمعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجري والعفو مع غفرانه والبر الني شرط بسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نبه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحرمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا الحكم للزوائد والخطى والإتراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتت تحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتيه يحسن وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضافوا فافهمه ديت الرجد ما يضافوا ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تغتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل وكل حكم دائر معلته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقيد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شرطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثله المرهل والمسبل ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا والوازع الطبع عن العسيان كالوازع الشرع بلا نكراني والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر